بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين متابعي القناة أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا الفيديو الجديد والذي من خلالي سوف نتحدث عن جديد إدماج عقود ما قبل التشغيل وكيفية الإدماج والسيغة التي سيتم التطرق إليها إخواني قبل أن نبدأ في الفيديو إذا لم تكن مشترك في القناة فلا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس ليسلك كل جديد سنعود بعد هذا الفاصل مرسوم تنفيذي لإدماج عقود ما قبل التشغيل سيصدر هذا الأربعاء سيتم إعداد مرسوم ستصدر الحكومة الأربعاء منصور تنفيذي خاص بإدماج عقود ما قبل التشغيل استكمالا لما قد أعلنت به الحكومة في وقت سابق وقال السيناتور عبد الوهاب بن زعيم نقلا عن وزير المالية محمد لوكال الذي استقبل بمجلس الأمة اليوم لعرض مشروع القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية على اللجنة الاقتصادية إن الحكومة قد قررت إدماج جميع الشباب الذين يشتغلون وفقا لصيغة عقود ما قبل التشغيل موضحا أن مرسوما تنفيذيا سيصدر يوم الأربعاء لتأكيد ذلك وأوضع محمد لوكال أن الحكومة تقدر العمل الذي يقوم به هؤلاء الموظفون في هذه الصيغة مبرزا أن إدماجهم سيكون بصيغة عادلة تدريجيا وهذا في مدة تتراوح على ثلاث سنوات كأقصى حد وتقدير ونقل لوكال إلى السيناتور أن جميع القطاعات الحكومية شرعت في تحيين ملفات المعنيين وأن الآلاف سيستفيدون نهاية الشهر من الإدماج ولن تتوقف العملية إلى غاية استكمالهم كلهم واقترح السيناتور عبد الوهاب بن زعيم تسليم المعنيين بالإدماج شهادات رسمية تثبت للجميع أنهم معنيون بالإدماج حسب الرزنامة التي ستقررها الحكومة في حين تلقى وعدا من وزير المالية بالتكفل بالموضوع لدى اجتماع الحكومة ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر